أشهر مرت وما زال طريق الشعلة السريع يشهد طوابير من السيارة التي تصطف لوقت طويل لكي تمر عبر هذا الطريق الحيوي خاصة في أوقات بداية الدوام الرسمي ونهايته بعد أن أعلنت أمانة بغداد إغلاقه لأغراض الصيانة لكن العمل ما زال متلكئا حاله كحال الكثير من مشاريع الطرق في العاصمة بغداد والله هذا السريع الدولي ما راح يقارب تقريبا سبع تشهر ثمان تشهر هذا مزدود وده شوف المعانات اللي ده يعانوها من وراء هذا السريع ده شوف السيارات الشون يعني معانات كل صعبة يعني العالم قام ده يطلع على ساحة عدن شايف ازدحامات ساحة عدن شقد مزعجة يطلع على البوابة على مد يتجنب المطبات اللي بنص هذا الشارع الطريق الذي يربط بين مناطق غربي بغداد بالمحفظات الشمالية عانى لسنوات طويلة من الحفر والمطبات الخطرة التي تسببت بالكثير من الحوادث كما أدت إلى أذى كبير بسيارات المواطنين لتأتي المعالجات الحكومية فتزيد الطين بله وتضاعف المعانات متأثر بيه طسات يعني حفر حال عميق عند ذات هذه السيارات حال يعني تأثر سيارات يعني شراط استهلاكي صار بيها بالسيارة من وراء الطسات يعني الخدم يفتحه الخدم يحتاج له تبليط هذا يشوف قدامك فهي الصباح بداية الدوام يشير الزحام الدولة اللي قتلها لفت بديل يعني التبليط المقاول المقاول يقول لك كان مستلم جوري أو هذا يعني شون هذا والحل شون يصير هذا سائقوا سيارات اشتكوا من بطء الإجراءات الحكومية مؤكدين أن الطريق شهد في السابق عمليات ترقيع لكنها لم تفي بالغرض واليوم تحول المرور عبر هذا الطريق إلى مجازفة بسبب إجراءات الصيانة المزمنة والمتعثرة في آن واحد صار لهم سنة ما سووا بيه أي حل يومية أنه اليوم ينجز وباشر ينجز ووعد كم يوم واقع أي حل تعرف أنه في نفس الوقت أنه من تمطر الدنيا العمطار الصير اللي بالشوارع أنا تعبانه هو خاصة هذا السريع تعبان لدرجة ما تنوصف فمن تمطر الدنيا بحيث السيارات ما لتنا تتكسر 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 أنا بس أريد أسأل سؤال للمسؤولين يعني ما هل يعترى ما إجفت يوم أنه مسؤول من هذا الشارع مر من هذا الشارع زين إذا يمر من هذا الشارع ومحشه فهذه مصيبة بعد أكثر جوانب الفساد في العراق أكثر من أن تحصى لكنها مشاهدة عيانا في كل زوايا الحياة اليومية التي يعيشها العراقيون وتمثل قضية ترد الطرق والازدحامات اليومية الخانقة أحد أبرز أعراض هذا الفساد الذي يعيشه المواطن واقعا مأساويا كل يوم